موسيقى موسيقى مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقتين جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي يوم الاثنين الماضي 8 أشباط في تغريدة للشخص الذي يعني يعتبره مقتدى الصدر مقربا منه البعض يقول وزيره يسميه وزيره بعض يعني المهم هو يمثله هو لسان حاله أو ربما هو مقتدى الصدر نفسه المسمى يعني صالح حمد العراقي واللي سبق وأن أطلق عليه مقتدى الصدر لقب الشعبوثي هذا يوم 8 أشباط يوم الاثنين الماضي يعني نشر تغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي من ضمنها تويتر قال بها أن معلومات يعني شبه مؤكدة قد وصلتهم بأن هناك اتفاقا بعثيا داعشيا وضاف لهم بعض المندسين بعثيا داعشين وبعض المندسين للهجوم على يعني هذا الاتفاق مصمم للهجوم على بعض المقدسات مثل ما قاله في تغريته في النجف وكربلاء وبغداد في نفس الوقت قال أن هذا الاستهداف لا يخص المراقد الشيعية إنجاز التعبير هذه الكلمة اللي يستخدمها مقدس الصدر إنجاز التعبير لنشر الفتنة والفوضى لذلك نسترع انتباهكم أولا ما يقول إنه يعني شيني المراقد السنية اللي بالنجف وكربلاء جوامع في بغداد وفي غيرها قدمت ودمرت فماذا بقي في النجف وكربلاء من هذه الجوامع التي كانت موجودة من الشخصيات من الناس الذين هجروا وقتلوا واسوبيوا هذه قضية أخرى عموما لكن هو قال هكذا ونسترع انتباهكم مباشرة بعد هذه التغريدة ظهر ما يسمى بالمتحدث باسم ميليشيا مقتدى الصدر اللي يسموها سرايا السلام قال بأنه أي تمتد إلى مقدساتنا الشيعية أو السنية سنقطعها وبعدها مباشرة انتشرت ميليشيات مسلحة في الشارع في مظهر مظاهر الرهابية واضعة في عدد من المحافظات من ضمنها بغداد وعدد من المحافظات ضمنها الناصرية والنجف وكربلاء كانوا يحملون السلاح الخفيف والمتوسط وسيارات مدرعة وانتشروا في كل الشوارع الناس كانت مرعوبة في بيوتها مرعوبة ما الذي يحصل عادت هذه الصورة صورة عام 2006 عندما انتشرت هذه الميليشيات نفسها اللي كانت تسمى بجيش المهدي والغاها مقتضى الصدر وجمدها خليها بالثلاجة ويطلعها هذه القضية ما للتجميد في كل يوم يجمدها ويرجع حال مهم اعادت صورة 2006 عندما حصلت حادثة المرقدين في سامرة ونزلت هذه الميليشيات هدمت جوامع وأحرقت بيوت وسحلت ناس وقتلت وإثارت الفتنة الطائفية ومئات بل آلاف من الجثث رميت في الشوارع الناس خافت وكانت تتساءل أين الدولة يعني أين الدولة وأين الجهزة الأمنية وأين أرباطعش مدرس أرباطعش جهاز أمن استخبارات على مكافعة الرهاب على ما أعرف منه وأين رئيس الوزراء وأين الحد شي ما أفته هؤلاء يهتفون بالشوارع هاي جنودك يا السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي ما العراق الآن يدار بالتغريدات قال قال فيها هذه التغريدة لأنها تنازل عن بناء الدولة وهيبتها عن أي بناء يتحدث وعن أي هيبة والميليشيات في الشوارع تقطع الطرق تنصب سيطرات تهتف بأسماء غريبة عجيبة تتصرف ترفع السلاح والأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية اللي عندنا تلما قلنا يمكن أصباطع الجهاز أمني وعدنا مليونين عسكري وأجهزة أمنية وأيضاب الميليشيات في الشوارع بهذه الطريقة تقول أنه معلومات وصلتنا وصلت لهم ولم تصل الأجهزة الاستخبارية والدولة تقول إحنا يعني فلان بالداعش قائدي إحنا قدرنا نكتشفه وطينا معلومات عنه وفلان ما عرف بأي دولة واكتشفنا يعني وما يكتشفون أنه أكو مؤامرة لضرب المراقد السنية والشيعية وهذا الكلام الكبير المهم قال لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية ما هي أنجازاتكم في الأزمات الأمنية والاقتصادية الأمنية ميليشيات في الشوارع والسحل والخطف والقتل والاغتيالات يعني ماضية في طريقه ويوميا مقتالين ناشطين ويوميا مطاردين ناشطين ويوميا محروق بيوت ويوميا مفجر بيوت وقتل وذبح موجود بالشوارع وخطف وابتزاز وهذا موجود وين الأمنية ليه؟ والحدود مفتوحة سداح مداح ويقول وضع الاقتصاد ووضع الاقتصاد أنت الرواتب مقادرين يتدبروها تستدينون من البنك الدولي وغير البنك الدولي قروض من كل الدنيا لكي تسددوا فقط الرواتب إذن وين الأزمة ليه؟ والأزمة الصحية يا أزمة الصحية الكورونا تعبث بالناس ولولا رطف الله بالعراقيين لكان الآن والمصيبة ولا أحد يعرف الأرقاب ومع ذلك العراق المرتبة الأولى عربيا بين الدول الأكثر إصابات والأكثر موتة بهذا الوباء فبالتالي وين المعالجة والمستشفيات غير قادرة أن تقدم أي شيء؟ الانتخابات استحقاق وطني قال تحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي وقال أيضا أن البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق بل بدعم الدولة لنتهاول مع المتجاوزين هؤلاء تجاوزوا والميليشيات في الشوارع وأنت لا تستطيع أن تفعل شيئاً وبعد الانتقادات الشديدة التي وجهت وسمعوها جماعة مقتد الصدر قالوا أنه لم نخرج هكذا نحن نسقنا مع القوى الأمنية هذه عمليتنا انتشارنا بالشوارع والمدن بالتنسيق مع القوى الأمنية لكن طبعا القوى الأمنية ولا العكومة ولا الأجهزة الأمنية ولا كلها ردت على هذا الموضوع لم تؤيده ولم تنفيه هذا واحد من المظاهر المظاهر هذه وهي اللي يسمى دولة وهي ليست دولة وإذا كان البعض يصر على أنها دولة فهي دولة فاشلة بكل المعايير و بكل القياسات الميليشيات تقول أن هذا السلاح من أين لكم هذا السلاح؟ قالوا بعنا ذهب زوجاتنا بعنا أراضي بعنا ما أعرف منه بعنا أثاث بيوتنا واشترينا هذا السلاح هذه الكذبة سلاح لميليشيات جيش تبيع ذهب مرتك وتبيع قطعة أرض وتبيع ما أعرف منه وين بعتها وينه وهم وكلهم فقراء كلهم من مدينة فقيرة حالهم حال مزري كيف هذا السلاح بهذه الطريقة وسلاح حديث يحمله في كل مكان وسيارات مدرعة هذا كلام عيب تكلمون بي وين الناس بهذه الطريقة بكأن الناس لا تفهم ولا ترى ولا تعيه المهم هذه الصورة غريبة عجيبة العالم كلها تتساءل شنو هيبة الدولة وين هيبة الدولة مباشرة كان لازم أن يدخل مقتد فمقتد عقد مؤتمر صحفي بالحنانة بالنجيف ووقف قال نحن مع هيبة الدولة عن أي هيبة يتحدث وميليشيات تغذي الشوارع وتضرب الدولة وتضرب أبو الدولة إذا كانت هناك دولة وين الدولة التي يتحدثون عنها وين هيبتها هذه التي يتحدثون عنها والتي هم يدسوها بأقدامهم وقال ضرورة المحافظة على هيبة الدولة من أي طرف نرفض الاعتداء على القوى الأمنية ويقصد المتظاهرين هم المتظاهرين دائماً من يعتدي عليهم القوى الأمنية وميليشياتك وميليشيات الآخرين تعتدي عليهم أم هم الذين يعتدون على هذه القوات هذه القوى الأمنية بالمستشفيات وقتله كلام معيب معيب أكثر من ألف شهيد قدموا التظاهرات أكثر من ثلاثين خمسة وثلاثين ألف جريح مختطفين ما زالت المطاردات في الوقت اللي جرى هذا استعراض استعراض الصدر كانت الاختيالات وكانت المطاردات للناشطين جارية ربما وقت هذه الحلقة لن يكفي سنتابع الحديث في حلقة أخرى عن هذا الموضوع أترككم بخير وألتقيكم في حلقة الآن أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة